طيب خلينا برضو نروح نشوف كابتن بادر رجب كابتن بادر رجب ودوره مع تريزي جيه نشوف كابتن بادر رجب قال ايه بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هتلم على ابن من ابنائي اللي مشرفني ورفع راس مصر في بلاد الإنجليز في إنجلترا قاله هو اللعب تريزي جيه تريزي جيه من اللعيب المخلصين جدا في تجريباته وإمكان هو بدايته كان معانا في مدرس الكورة هو صغير تريزي جيه اختبارات وحتى ما جيه اختبر كان حظه وحش جدا اختبر مع ناس قبر منه وأنا ديته الفرصة دي وفعلا أثبت إن هو يستاهل في سن أكبره واخترته وبعد كده راح مرجعش تاني كافر الشيخ كان عنده إصابة فرجدلة حلية في البلد وبعد كده حصل إن هو رجالنا تاني عملت له اختبارات تاني وآآ الحمد لله هتضع في اكاديمية الاجل الاهلي الداخلية في الاستراحة والولد يتعامل مع بيئات كتير واختلافة والعيب كويس قوي 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 في التبريبات وفي المباريات والتالي تدرك في المدير الاهلي انه وصل لفريق درجة الاولى تريزي جيه اول ملاح في الفريق اول ملاح في الفريق فاخد الفندر انا نزلت عجازة كنت في الامارات نزلت عجازة فكلمت الكافتن حسان البادل وكان الكافتن هالي خشب عبود قلت له ان تريزي جيه من الاسم كده ده راجل هداف كان هداف قطاع النشقين عندنا في فريق درجة بكورة وابتدروا غيروا ما كانوا وبعدها بسنة واحدة تريزي جيه احترف في اوروبا وقلت له من صغره انه ده لعيب محترف مش هو بس في كزا لعيبها لتعيبهم بالاسم يعني والحمد لله تريزي جيه دلوقتي مشارك مصر ومشارك كلام جميل طبعا من كابتن بادر كمان اعتقدنا هو اللي سمك تريزي جيه ولا لا اه كابتن بادر راجل طبعا مفيش لعب في مصر وصل للمكانة كويسة مش طالع تحت ايده كابتن بادر مطلع عجال كتير جدا كابتن بادر زي ما قلت كابتن اسلام من وحنا صغيرين وهو زرع في اللاعبة كلها يعني ايه نادي الاهلي كابتن بادر انا رحت اول اول مرة اختبارات رحت مع الفريد الاكبر مني ولعبت اول عشر دقايق قال انت تجي فضلك اختبار وقتت قايت في النادي انا رحت زي اي طفل صغير بلعب في الشارع بلعب في الشارع بتعورت اه بجيت لهم بعد فترة بعد 8-9 شهور اه رحت لهم بقول لهم بقول له كابتن انا ده مش فاكرك قال انت كان عندك معت ما جيتش يقول له والله حصل كذا كذا قال لي انت هنا في نادي الاهلي وفي حد بلعب في نادي الاهلي انزل عب في الشارع المهم هي عدت بسبب الغلطة ديت عدت سنة كاملة اختبارات سنة كاملة سنة كاملة بروح واجه وكل ما اخويا ياخدني كان عندي 9 سنين اه لسه صغير خالص اه اخويا ياخدني يومين واخويا التانية ياخدني يوم واختي ياخدني اختي تسب جمعتها وتاخدني توديني ورايح جاي كل يوم الموضوع كان صعب جدا اه لدرجة ان في اوقات انا كان بخلص عاملين الساعة 4 وعندت عاملين تاني يوم ساعة 9 ساعة الصبح كنت يضوبك بروحها نام ساعتين في البيت لان انا كان فيه ناس زميلي ممكن ياخدوني عندهم في البيت ياخدوني عندهم بس كانوا ما احدش كان بياخدنا عنده فانا كنت بطر ان انا اروح ارجع انام الساعتين وارجع ارجع دي كفر الشيخ يا جماعة ارجع كفر الشيخ تلات ساعة ونص ارجع انام لي ساعتين ثلاثة واكل اكلة وانام واخوتي يبدلوا مع بعض عشان ارجع تاني فلحد ما لحد ما ربنا كرمني كل الطريق اللي انا مشته ده فانت بتشوفه دلوقتي انت بتشوفه دلوقتي تعبك كله وربنا بقول لك ان الله ده ده اجري من احسن عمل فانت دعبك هتشوفه هتشوفه سواء دلوقتي او قدام هتشوفه هم